عدى رئيس عبد الفتاح سيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة إيرتريا ولقائه رئيس إيرتري أسياس أفوركي ورئيس الصومالي حسن شيخ محمود وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيرتري شدد رئيس سيسي على أن اجتماع اليوم عكس أهمية التطوير وتعزيز العلاقات التنائية مشيرا إلى أنه يهدف للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إذا أسبل للتصدي لمخططات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة وأكد رئيس سيسي إلى اتفاق الدول الثلاث خلال المباحثات على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال من أجل استعادة الأمن والأمان مشيرا إلى أنه تم تناول مقترحات عملية لتقديم هذا الدعم ثنائيا وبصورة مشتركة فضلا عن دعم الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وبناء السلام في الصومال وأوضح رئيس سيسي أن المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة ومنها الأوضاع في السودان حيث أشار إلى الاتفاق على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان كما أكد الرئيس سيسي الاتفاق على خطورة استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر الأمر الذي انعكس سلبا على معدلات التجارة العالمية في هذا الإطار أكد الرئيس سيسي أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتطوير أصص التنصيق المؤسسي بينها لتأمين حركة الملاحة الدولية فيه وتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية وكذلك أهمية تطوير وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الثلاثة ترجمة نانسي قنقر